شراء حاملتي طائرات نوويتين جديدتين خطوة هامة تهدف إلى تعزيز أسطول البحرية الأمريكية الذي يضم حالياً عشر حاملات طائرات هي في الخدمة في ظل عودة تصاعد سباق التسلح مع روسيا والصين البحرية الأمريكية وغيرها من الأجهزة ستطور برامج تسلح استراتيجية وهي التي ستنتصر طلب سلاح البحرية شراء حاملتي طائرات نوويتين جديدتين هو الأول من نوعه منذ ثلاثين عاماً تبلغ كلفة بنائهما أربعة وعشرين مليار دولار وينتهي تسليم الأولى قبل سنة الفين وثمانية وعشرين والثانية قبل سنة الفين واثنتين وثلاثين يندرج أعلان البحرية الأمريكية شراء هاتين الحاملتين في إطار مخاوف الولايات المتحدة من مخاطر السباق التسلح الذي دأبت عليه كل من روسيا والصين قادة البنتاجون لا يستبعدون أن تكون التحديات المستقبلية أشبه بمرحلة الحرب الباردة البحرية الأمريكية ووفقاً لمراجعة برامجها المستقبلية قررت رفع عدد حاملات الطائرات إلى إثنتي عشرة حاملة ووفقاً لمعطيات البنتاجون فأن حاملتي الطائرات الجديدتين هما من جيل حاملات طائرات فورد الحديث الذي دخل الخدمة عام 2017 هذا النوع من الحاملات يبحر في سرعة عالية تصل إلى 60 كيلو متراً في الساعة وقدرة استيعاب كل حاملة يصل إلى أكثر من 75 مقاتلة حربية وطاقم كل واحدة يبلغ 2600 بحار من بينهم أكثر من 500 ضابط الدافع الأولي لشراء حاملتي الطائرات هو اقتصادي بالأساس وضعوا السلاح البحرية طلبين اثنين معاً لبناء حاملتي طائرات هو أمر نادر الحدوث خلال العقود الماضية من البنتاجون جو تابت الحرة ترجمة نانسي قنقر